أو كانت عندها يعني مصيبة أو عندها مشكلة عائلية أو عندها ظرف معين لا يناسب هذا الأمر تتخيل أن بعض المشاكل تقع في يوم العيد في ليلة العيد يعني هل هذا مناسب إلى إقاع مشاكل و خلافات بينك وبين زوجتك أو بينك أنت و زوجك هل تتوقع أن مثلا الآن أنت ما أخذ ليلة ليلة خميس ما شاء الله الله يجعلها ليلة مباركة عليكم تتخيل الليلة عندك مناسبة و رايح تود زوجتك هل أنت و أنت رايح في المشوار هذا وقت مناسب لصناعة أزمة ولا مشكلة ولا نزاع ولا خلاف لا شك نحن نطالب الأطراف كلها لكن أنا أضرب مثال بأهمية وجود الاستقرار النفسي حتى في المواقف لأن الإنسان العاقل إذا تتشوش عقله ما استطاع أن يحفظ كطالب أو يعني أن يتقد كذلك أيضا سوف تتأثر المشاعر وتصبح لا تصدر إلا الإشارات السلبية لاحظتم معي لذلك الإسلام حرم الوشاية لماذا حرم الوشاية لأنها تصنع موجات سلبية تخيل واحد يوميا يكلمك عني يوميا يقول لك سلبيات يوميا يقول لك انتبه يوميا يقول لك ما عليك منه يوميا يقول لك خلاص أنت مشوش مشوش تشويش نفسي متعب جدا ومرهق ولا يساعدك هذا ولذلك تنتبه من هذا الأمر كله لذلك أنا أقول لكم أن مرض القلق والاكتئاب يبحث عن هؤلاء الناس مرض القلق والاكتئاب يبحث عن هؤلاء الناس ويصادقهم ويوانسهم ويدورهم ادوارة وينام معهم ويأكل معهم ويسافر معاهم ويجي معاهم تدري من هؤلاء هؤلاء هم أصحاب المشاعر السلبية يبحث عنهم نسأل الله السلامة والعافية إياك أن تكون هذه اللحظة السلبية قاتلة عليك فيبحث عنك الاكتئاب ويبحث عنك القلق ويسكن معاك ويسكن في لسانك ويسكن في سمعك ويسكن في بصرك ويجعلك مشوه مشوش عليك في عقلك وفكرك فلا ترى زوجة لها حقا ولا ترى احتراما لوالد ولا ترى يعني تقديرا لأم ولا ترى إجلالا لأخت ولا ترى هيبة لعالم أو لشيخ أو لحاكم خلاص لأنك مشوش أنت مشوش عليك تحتاج إلى أن يكشف الله عز وجل عنك هذا التشويش وتشفى منه حتى تستطيع أنك تقرر وتستطيع أنك تحكم وتستطيع أنك تفكر تفكير إيجابي على الأقل أختي ومجوري تفضلي ترجمة نانسي قنقر